المقيمة بصورة غير غانونية أنا عايش معهم اشتغلت بالجهرة ست سنين ولا زلت أزاورهم بس أنا أتكلم من وجهة نظر البلد يعني في لجنة مركزية غايمة لحل المشكلة هذه أنا ترى ما لي دور مع اللجنة المركزية بس إحنا يعني طبيعة عملي مرتبطة مع اللجنة المركزية بس نتشاور مع العم صالح الفضالة نحل الأزمة هذه بس مو ما انتغلتهم أنا بشغلة ولا انتغلتهم بالعكس عايشين معانا اخوان نعم يعني الحين على كل المشكلة هذه وعمق هذه المشكلة واللجنة هذه اللي حي صالها أكثر من خمس سنين بسة خمس ورحين سنتين طيب ما في ليلحين حل جذري لقضية البدون برأيك ما هو الحل اكشفت حالات طلعت ثباتات أدت حالات عندهم عدي لوضاعهم بس ما تخلص بيوم وليلة يعني أنا مستفيد أني مقيم بصورة غير غانونية مستفيد يعني ما في سلطة عليه الحمد لله قاعد عايش مرتاح لا تذين ترحليني من البلد ومعزز مكرم يعني واللجان الخيرية قاعد تغطي مصاريف فش حق يعد الوضع اللجنة المركزية هم لها طرقها ووساليبها بالوصول للثباتات ترجمة نانسي قنقر